السلام عليكم و مرحبا بكم من جديد معايا في قناتي اليوم سوف نشارك معكم وصفة رائعة لأعياد الميلاد والمناسبات هو الحرف الاول من اسم الشخص اللي يحتفل بالمناسبة اللي ممكن تعويضه بالنمبر كيك هو الرقم ولكن في هذه الحالة كيكون السن فعيد زواج ممكن لرقليب او لشكل دائري كيبقى لكم الاختيار هاد القاتو كيكون مشكل من السابلي او للجنواز الكريمة كتكون من نسمة اللي كتبغيو و تزين هو كل شي و تيكون بطبيعة الحال على حساب الاختيار فف هاد الفيديو غدي نعطيكم جميع الاسرار والنصائح باش نجح لكم القاتو من اول تجربة غدي نخليكم مع بعض صور و هاد غدي ندوزل المقادير والطريقة التحضير حساباً جداً جداً أحساباً جداً Ir Luke'sي بجريم أحساب جداً و نستخدمت اليوم كتابة بلكلتر كيكون سيقع بجهة مستخدمات بتجهة أو نوان المبارد أو سواء مناسبة الله كير لنسبة جدفة مصطلات وبناسبةونت تغبيبان شبكو و رمضيتها ويتهاد أولاً بجرمات وليطة جدفة مستخدمات جميع الحالة بجريد نباً مع الذهاب من المناسبة وتقريبان نضيف الكريمة القاناش 200 جرام الشوكولات 200 جرام كريمة الخفق 20 جرام السبدة شوكولات البخاليني شوكولات الاسود شوكولات البيض كريمة الفاني شانتيه بالماسكاربون 250 جرام جبنة 400 ميلي لتر الكريمة الخفق سوف نحتاج تقريبا 100 جرام السبدة والفاني اختار السائلة او عد الفاني بالنسبة للناس لا يستعمل الكريمة كنصحكم تخلطوها مع الحليب قبل ان تطربوها عبر الكيمية التي تحتاجها كنصحكم كنصحكم 200 جرام 200 جرام 200 جرام 200 جرام 30% 20 جرام 200 جرام 200 جرام 20 جرام 2 cuillères à soupe de sucre glace 1 vanille نظرنا المقادير مكتوبة في الصندوق الوصف نحن نبدأ السوق المنشف نضيف 100 g منصف كمية القشدة نضيف 100 g منصف نضيف 100 g منصف نبدأ 500 g منصف نضيف 100Stop نضيف 40м اضعها في حالة 1 ارة نغطي على قناة الجانش و نضغطها لتلاجح تشد فراثها ساعة قريبا فهذا المرحلة ممكن توجدوها الليلة قبل الليلة بغيتو بالنسبة للناس اللي ما عندهم شلم بخيمانت فتار و بغاو يحضروا هاد القاتو كنقول لكم راه ممكن توجدو الراسكم الحرف او لا الرقم او لا القلب اللي بغيتو غا تحتاجو غير ورقة بيضا من فرمات A4 ستيلو مستارا ومقص غادي ترسمو ضروري شوية ديال الحساب ولكن نتيجة ان شاء الله غادي تكون دكش اللي بغيتو و غادي ندوزو باش نحضرو السابلي السابلي اسبق لي وشاركتو فالقناة غادي تلقاو الرابط فصندوق الوصف نحضرو السابلي بغيتو اجب التعليف اجب تعلينا عندما اتشجز سابلي معك يجب ترجحنا السابلي وبهذا quien تصرروا في المقصد من أنفس التعليف كنغز ايما كنغز عن اللي بڑم النقارات أخرى مطلقاة من بعد نصف ساعة نخرج الكورة من العجين نطلقها على ورق الزبدة بابيه سلفريزي من الأحسن ترشو شوية بالضقيق او لطلقها بين جوجة الورق الزبدة بعد 1.5ه ساعة بابيه سلفريزي و فارين هذا هو السوم ساعة بابيه سوف توضع البحث و سوف تقوم بتجlave كما يأتون في الفيديو اكتشفت ترجمة لصف رقائنا بالجمع تقوم بتقليقه وAAAAA دخلت ورببت نحط بنصف كوسط نضيف الدماء نضيف الى استعمالات أخرى مثلا السابلة سوف نخلع نضيف المتكس ثم نضيف السابلة بالصابق نضيف الحرائق ومن بعد ندخل الفرن مسخن على 170 درجة مدة 20 دقيقة من الاحسن توضع الصينية في الواسط سوف يبانو لكم الجناب بدأو كيتحمرو لكساعة غادي تخرجوه وما تقيصوش تخليوه في الصينية حتى يبرد وغادي نكرو نفس العملية بالنسبة للصابلة الثاني ونضيفها في صابلة على أعرض المذادي في الواسطين يرجع على أعرض التقليل في واعرفته كل ماذا يحافظ في القضل ونطرر في أعرض الى صابلة لا تقليل لا تقليل على أعرضوا المذادي وبأحضر لحصولنا باتعرض المذادي هذا هو السابلي من الخرجناه من الفران نرى السابلي على صورة سوف نرى السابلي في نفس الوقت سوف نرى السابلي في نفس الوقت سوف نرى السابلي كروستيان و فندان سوف نرى السابلي سوف نرى السابق لنعلمها ساعدت لمستخفى وبعد العمل منتخفى أو بجعل ما يزال فقط سوف تغوية رحفة سوف تغوية ربنا على الجسد و سوف تغوية ربنا حتى تنقص على جنة في المساركة أيضا لمثال أفضل سوف تغوية ربنا سوف تغوية ربنا 중 Werezal وضع افتحكي مفزيجة اركبوا كيليه على حالات المفزاوية والحزاب المفتح وaient مع العزاب المضح ضع الخزاب الممصد، أيضا على التراثل وأكيدا على الرصة المفزين اختياري مورنجس احتاج لكم تحمر لكم السابليف الفران دهنه بشوكولاتة الدهن وضع السابليف في تلاجة حتى تبت عليه الشوكولاتة كامل لكي لا تزهق لكي لا تزهق لتحكم تحكم بشكلة اجمع سوف تدخل وضع السابليف الآن أدعو المنتج سأضع سبل وضعه في صحن تقديم وضع الكريمات في دويل وضع البوك وثاني سنينات ومن يمكنك يمكنك الوزيار بخير مرتبطة للمنتج افتح بيطالة المعيش بكتالي افتح بحامل مع العلاجة امتلك الحصول على عملية تفتح بحاملية افتح بحاملية افتح بحاملية نضع الطبقة الثانية للصابلة غير بشوية باش ميتهرش لنا نحاودو نوضع الكريمة اللي بالفانيلا وكذلك بشكلت كيف مبين في الفيديو نين غادي نتهيو من الكريمة غادي نوضع القطو دينا في تلاجة مدة 4 ساعة باش تشد لنا الكريمة مزيان فراسها حات غادي دوزو الدين ريزعوه وتروغاتو عم تي كار ديرو فري افان لتاب ديكوراتيو فهد المرحلة هادي كي بقاليكم الاختيار ولكن من الاحسن تحترمون نكهات اللي استعملتو انا هنا استعملت الشوكولات البخاليني والفانيلا يعني دكشي كامل اللي استعملتو يغير الشوكولات فيها البخاليني وفيها الفانيلا شخص الهولد ولكن من اتخائية شخص الهولد يخذر حسنًا وفرص chassis ومعالك شخص الهولد بالضبع والصراتmittel رأينا فضل على تروغات مرنية وبين Villاء جديد مرنجيًا البطراني نظر شخص الهوطر شخص الهوطر خلاص شخص الهوطر ومن الهوطر تحصلك عليك وهذه هي النتيجة النهائية ديالغاتو الصراحة كيجيرا اعلى في المنظر ولا في الماضق نتمنى تجربوه ان شاء الله وتبهرو به ولداتكم وعائلتكم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى يكون عجبكم ونكون خفيفة على قلوبكم فأقول لكم إلى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد et voici notre غاتو jespère que l'idée du jour vous a plu je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette